أعلنت وزارة الداخلية مدهمة وكر لمجموعة من العناصر الإرهابية في أحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور بالعريش وضفت الوزارة في بيان لها أن قطاع الأمن الوطني توفرت له معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من أحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور دائرة قسم الشرطة أول العريش اتخذوا وكرا لهم ومرتكزا للانتلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية ووضحت الوزارة أنها تعاملت على الفور مع تلك المعلومات ومدهمة الوكر المشار إليه وأسفر ذلك عن مصرع أحد عشر عنصرا عثر بحوزاتهم على عدد من العبوات الناسفة والأسلحة والذخيرة